مساء الخير على كل مشاهدي برنامج باختصار خلينا عمالين نسمع أخبار للأسف سيئة وأخبار تحزن والشعب كله عنده إرهاب من اللي بيحصل فيه النهاردة أنا قررت إن إحنا نتكلم شوية بإيجابية أو نتكلم في حاجات تخلينا ممسوطين بلاش رعب بلاش فزع بلاش رهبة مش معنى كده إن إحنا يعني منخفش من الفيروس لأ بلاش الوهم اللي ممكن يقتل البني آدم النهاردة خليني أبدأ الحلقة بتاعتنا بإني أنا لازم أبدأها بالرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسنا الجميل اللي أنا بجد ممكن أقول عليه الرئيس الإنسان اللي العالم كله بيحسدنا عليه لازم كلنا نشكره على الـ 75% اللي صرفها للأطباء بدل عدوى فإحنا بنشكر حضرتك جدا على تقديرك للجيوش البيضة بجد جيوش لابسين بلتوا أبيض بيضحوا بنفسهم علشان خاطر المرضى فدول ليهم منا كل احترام خلينا نتنقل لموضوع تاني وطبعا دار الإفتة المصرية أعلنت فتوى أنه اللي يموت بفيروس كورونا فهو مات شهيد فإحنا بنحتسب كل اللي ماتوا إخوتنا وحبيبنا طبعا بالفيروس اللعين هم شهداء عن طالله وكلنا طبعا لازم واجب علينا نقول أن ربنا يرحمهم ويجعل مسواهم الجنة بإذن الله فيه كمان خبر جميل يبسطنا أن منظمة الصحة العالمية قالت أن مصر عندها فرصة دهبية أن هي تقضي على فيروس كورونا بسبب الإجراءات الاحترازية اللي خدتها الحكومة زي منها مثلا أنه فيه قللنا جدا عدد الموظفين في العمل حظر التجوال عدم التجمعات نهائيا ولا فرح ولا ميتم ولا يكون فيه أي تعامل مع أي شخص في أي جهة حكومية يعني لو محدش فاهم الكلام ده نقوله ببساطة لو أنت رخصة عربيتك انتهت فأنت الحكومة مدياك فرصة 15 يوم لحد ما إحنا نعدي الحظر ونعدي بالأزمة دي والبلد إن شاء الله تقوم بخير من كل اللي بيحصل فيها ده فأنت حضرتك مشكورا تخليك في بيتك وما فيش حد هيتعامل معاك ولا حد هيقولك أن أنت نازل عليك غرامة فده كل شيء يفرح أنا مبسوطة مش معنى كده أن إحنا ننزل بقى ونقول إحنا طبعا ما بقيناش عندنا عدد وفيات كتير أن إحنا الحمد لله ما إحنا مش زي البقية اللي بيحصل في العالم لأ إحنا لازم نفضل واخدين بالنا واخدين احتياطاتنا هم كلهم 15 يوم معلش هنعدي بيهم الأزمة سوا وبعد كده نرجع تاني نعيش حياتنا بطريقة طبيعية وإحنا لازم لأول مرة في حياتنا بنشوف بلدنا مش فارق معها الاقتصاد على حساب صحة المواطن فده شيء يشرف لأول مرة إحنا مبسوطين من كل قرارات الحكومة وإحنا كشعب مش هعمم بس هخصص في بعض الناس للأسف مش عاوزة تمشي على القرارات القرارات دي لسلامتك وسلامة أهلك وسلامة جيرانك وسلامة أولادك وسلامة أسرتك وسلامة بيتك فإنت لازم تعملها علشان خاطر ما تدرش حد لو إنت مش خايف على نفسك خاف على اللي منك علشان ما تقزيش حد الحكومة عندنا يعني الحمد لله وصلين لمرحلة إن احنا بنتصدى للفيروس بطريقة عالية جدا بتتطبع أي حالة مين كان معاها لو الحالة تصابت فأهلاهم في البيت لو متزوج مراته لو جيرانه مع كل أي حد بيحتكي به بيتاخد بيتعمله حجر صحي ونتأكد من التحاليل إنه هو سلبي مش إيجابي علشان كده الحمد لله إحنا كبلة فخورين بنفسنا إن إحنا وصلنا للمرحلة دي وإن شاء الله بإذن الله نعدي من الأزمة على خير فيه كمان خبر مهم معنا تاني كان آه الإشعات واحد صحي من النوم الصبح كرر إنه هو أنا عايز أعمل إشعة عايز أطلع إشعة أنا النهاردة ناوي أضحك أو أضلل على 10-12 واحد فلعضنا 10-12 واحد صدقوني فخدوا الإشعة مني عملوا لها شير بقى عندنا أسهل حاجة في التواصل الاجتماعي هي الإشعات يعني بسهولة جدا الإشعة في ثانية تلاقي مصر كلها بتتكلم في حاجة غلط مصح فإحنا لازم نشكر الحكومة لأن النائب العام طلع وقال قرار إنه أي حد هيطلع إشعة فهو مدان وهيتنفذ عليه القانون إنه هو هيدفع 20 ألف جنيه والحبس لست شهور فأنت فكر بعقلك كده قبل ما حد يقولك أنا قلت ده أصله قال لي مين اللي قالك أصلي عرفت أصلي سمعت مين مين مصدرك إيه الخبر فين وإنت عندك عقل بتفكر فيه خش على جوجل على أي حاجة اكتب وتأكد من صحة الخبر وإسأل مرة واثنين وثلاثة عشان تعرف مصدقيته ويعني أنا سعيدة جدا وأعتقد إن الناس كلها سعيدة بقرار النائب العام علشان نحاول شوية نوقف إشعات في البلد خلونا نطلع فاصل قصير ونرجع تاني مع الدكتور باسم عماد استشاري جراحة الوج والفكين ونرجع تاني ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع الدكتور باسم عماد استشاري جراحة الوج والفكين عضو كلية الجراحين الملكية مجلسكو وإندبرا والحاصل على جيسة أحسن بحث علمي نشر عام 2006 من جمعية الجراحيين الدولية زيك يا دكتور شرفتنا يا دكتور قولي الأول خلينا نبدأ الحلقة النهاردة بإنتوا كعيادات بتعملوا إيه؟ أو المفروض تعملوا إيه؟ ده كان سؤال طرحناه كلنا بالنسبة لأطباء الأسنان أنا مبدأي من جراح وجه فكين يعني أنا بشتغل لحد الرقبة بس كأطباء أسنان كان كل الناس بتسأل نفتح عيادتنا ولا نقفلها حوالي 90% من الناس كانت بتقول نقفل العيادتنا طيب دلوقتي إحنا ما نقدرش إن إحنا نوقف الحياة نفسيها لأن ممكن الناس ما تبقاش نامت بالليل من وجه دروسها من وجه السلام في دور كبير إحنا نقدر نقوم به بالذات جراحي الوجه والفكين إن هما يقدروا إن هما يعرفوا إيه اللي ممكن يستقبلوا إيه الحالات اللي ممكن يعني إحنا إحنا كأطباء أسنان أو أطباء جراحة وجه فكين في حاجات كتيرة جدا نقدر إن إحنا نشخصها ما نقدرش طبعا ما فيش تشخيص نهائي للكورونا إنما نقدر نقول لو فيه غدد لنفوية ملتهبة لو فيه التهابات في الحل لو فيه التهابات في الزور لو فيه زيادة في درجة الحرارة عن درجة حرارة معينة ده نعمل إيه والناس اللي بالشكل دوت نقدر نتصرف معهم إزاي طبعا فيه بروتوكول لازم لدخول الحالات داخل العيادات ولازم إن إحنا نطبق بروتوكول أو النظام يتوافق مع الحالة الاستثنائية اللي إحنا موجودين فيها صح دي حقيقة أنا بشوف فيه في عيادات كمان دلوقتي يبدأوا يعملوا للجهاز اللي بتحط فيه الرجلك وإنت داخل علشان خاطر يلبسك هو بيلبسك كيس من نفسه عشان بيحمي المكان كمان لو أنت صح إحنا طبعا ده جزء مهم الجزئية بتاعة الأوغرشوز أيه بس مش أي حد يعرف البرتوكول اللي حالي بتقول عليه هو البرتوكول طبعا هو ده اللي إحنا بنحاول إن إحنا نكون متفقين عليه جميعا لأن البرتوكول ده وتتحط من الـ ADA اللي هي الـ American Dental Association اللي هي جمعية الأطباء الأسنين الأمريكية ويتحط من الجماعات الأوروبية لإيه هي الحالات اللي نقدر نستقبلها في العيادة وانا شرح صعبه الكامل الحالات الطرقة جدا الحالات اللي منامشي مبارح بالليل من ألام في سنانه الحالات اللي عنده التهاب في الغدد اللينفوية اللي تحت الدق لأنه دي ممكن تكون بسبب أسنان وممكن تكون بسبب أي حاجة تاني الحالات هي دي الحالات الطرقة اللي لازم من أحاول ستجدها يعني أنتم تستقبلوش العيادة يا دكتور غير الحالات الطرقة فقط في الوقت الحالي هي الحالات الطرقة فقط طبعا مش المفترض أننا يعني لو حاجة تستنى على الأقل خلال الأسبوعين اللي هم فيهم اللي هي أعلى جزء في الكيرف بتاع العدوى تمام ما فيش أي داعي أننا أخلي حد ينزل من البيت عشان يعمل حاجة مش بالضرورة أنها تتعامل دلوقتي وممكن تستنى على الأقل الأسبوعين الجاية طب يبقى أي الحال يا دكتور لو في مريد عنده برد عادي مش البيوس وجايل حضرتك في العيادة وعنده مشكلة كبيرة طرقة أو عايز حالات أنا شخصيا بستقبل الحالات وأعلنت حتى عن الموضوع دو بالنسبة لكل المرضى اللي موجودين عندي أننا بستقبل الحالات لحد درجة حرارة 38 لحد درجة 38 هو كده دخل في حرارة سخنة بالضبط لحد 38 لأن الحد 38 هي دي اللي المسكنات أو الخوافض الحرارة بتشتغل عليها أكتر من 38 خوافض الحرارة ما بتشتغلش اللي هي اللي موجودة في الصيداليات بيبقى أكتر من 38 لازم ينزل درجة حرارته عشان خفض الحرارة يشتغل فأنا بالنسبة لي أقدر استقبل الحالات وأعلنت أن أنا ممكن أستقبل الحالات لحد درجة حرارة 38 أي حالات التهابات في الغدد اللينفوية أو التهابات في الزور لأن أنا جراح وجه وفتكين فمصرح لي أن أنا أستقبل الحالات ديت عشان أرول آوت أو أن إحنا نلغي وجود الدينتال كوز مبدئيا اللي هو سبب الأسنان أن يكون سبب الموضوع دوة الأسنان لأن ممكن وبيحصل اختلاطات كتير جدا ما بين الأعراض اللي بتسببها حاجة مثلا زي التهاب الدرس العقل اللي حوالين درس العقل أو الحاجات دي بترفع درجة الحرارة برضو وأحيانا كتير جدا بتورم الوش يعني أعضاك يا دكتور أصلا ما فيش حد عنده هيجر حدريك إلا ما يكون حالة طرقة لأن تلت ربع الشعب المصري نصه بيخاف من الدكتور الأسنان نصه بيخاف من الدكتور الأسنان ده مبدئيا والحاجة التانية اللي هو اللي احنا قلنا عليها هو ممكن ما يكونش نام بالليل صح دي حالي الحالة التانية إنه هو لازم برضو إن إحنا أتعامل بقى مع الحالة أو بتعامل مع الحالة من وقت دخولها على أساس إن هي طبعا في الوضع الحالي لازم نتعامل معها لأساس وده من زمان إن إحنا لازم نتعامل مع أي حالة دخل إن هي تكون حملة لأي فيروس مش هنتكلم على فيروس كوفيد-19 أو ممكن يكون أي حاجة تانية بس طبعا في الحالة الاستثنائية بتاعت الكوفيد-19 إحنا بنستقبل المريض طبعا لازم يبلغني ويقيس الحرارة بتاعته قبل ما ينزل من البيت لو درجة حرارته أعلى من 38 لازم تنزل عن 38 حتى عشان يقدر إنه يتحرك أكيد طبعا ما ينفعش يتحرك وهو درجة حرارته فوق 38 حضرتك قلتلي حاجة مهمة جدا قبل الهوى إن الجلافز لما إحنا بنلبسه مش صح؟ الجلافز ده اللي أنا شايفه في الشارع واللي أنا بحاول إن أنا أفهم الناس كل لها خليني أقول حاجة بس يعني أنا عايزاك كل يسمع من دكتور باسم إزاي نستخدم الجلافز بطريقة صحيحة وإزاي نستخدم الماسك بطريقة صحيحة لإن للأسف إحنا عندنا واضح إن الناس كتير بتستخدموا غلط فضل يا دكتور أشكرك أنا بس قبل ما نبدأ في الموضوع ده هكمل الجزئية اللي إحنا كنا بنسأل عليها المريض هو داخل من بره بيلبس الأوفرشوز بيلبس نظارة بيلبس الجاون بتاعته بيلبس أوفرهاد وبيدخل يقعد على الكورسي بنكشف أول حاجة على الغضل اللي انفوية عشان لو حتى لو درجة حالةهم 38 لو الغضل اللي انفوية منتفخة يبقى أفعل كود راد إن أنا كده في احتمالية كبيرة أو احتمالية أكبر إنه هو يكون خصوصا إنه هو ما عندوش حاجة في الأسنان إنه هو يكون كوفيد 19 فلازم يحصل تعقيم كامل بس تقبل الحالات كل ساعتين عشان نقدر إنه إحنا نعمل تعقيم كامل بحد أقصى 6 حالات في اليوم هنتكلم على الجلافز واللي الناس يعني غيرت الدنيا كلها إن الناس يعني المواطن العادي راح على الصيدليات وراح على الحاجة يطلب حاجات هو مش المفروض إنه هو يستخدمها الجلافز دي للدكتور والسبب بتاعها إن أنا بغير الجلافز ما بين عيان والتاني يعني مجرد إن أنا بشتغل في الحاجة اللي فيها عدوى ومجرد إن أنا خلصتها بقلع الجلافز بتاعي ورميه في الباسكت الحمرة اللي هي مفروض إن هي بتروح المحرقة آه تمام أنا دلوقتي بشوف الناس لابسة جلافز وماشي في الشارع وبتلمس كل حاجة هي بتلمسها وبعدين يمسك العربية بتاعت الولد وبعدين يمسك الأكرة بتاعت البيب وبعدين يمسك كل حاجة بنفس الجلافز أنا خلاص الجلافز بالنسبة لي ألبسها بحالة واحدة بس كمواطن عادي إن أنا يكون عندي جرح في إيدي أو يكون عندي الجروح اللي بتبقى عند الدوافر بالنسبة للناس اللي عندها الجروح اللي عند الدوافر ده الوحيد اللي يحتاج إنه هو يلبس جلافز وهو بيتعامل مع الحاجة لأن ده ممكن يكون المكان اللي يدخل منه الفيروس رغم أن برضو الفيروس لو دخل من هذا المكان مش هيقدر إنه هو يمشي في الجسم ده نظريا طبعا تمام لأنه هو المدخل الرئيسي بتاعه من خلال الحلق والزور وبعد كده بينزل على الجهاز التنقصي السكري فحتى لو عنده جرح في إيده بس يحمي الجرح بتاعه حتى من أي تلوثات تانية هو ده اللي بيلبس جلافز يعني حضرتك بتنصحهم إنه بلاش جلافز بلاش نلبس جلافز بس نعقم إيدينا أفضل ونخسل إيدينا لأن الجلافز بنوضح إنه هو بيلم كل حاجة فيروسات على كل الأسطح اللي أنتو بتلمسوها وبتخليها معاك في إيديك إحنا بنسميه في الطب عندنا مايكرو أرجنزم ماجنت يعني إيه؟ يعني المغناطيس اللي بيشد الفيروسات والبكتيريا والفاجة تمام؟ فأنا لا أنصح تماما بالعكس إحنا إيدينا أصلا والخلايا بتاعتنا نفسيها وربنا خلقنا إن إحنا نقدر إن إحنا نقاوم الحاجات دي لو ما فيش جروح إحنا عندنا الحاجز الطبيعي بتاعنا لو الحاجز ده الكسر اللي هو الجلد اللي موجود عندنا هنا أقدر إن أنا أبقى محتاج إن أنا لبس جلافز غير كده أنا ماشي بإيدي تمام؟ طبيعي جدا بتعامل مع الحاجة تمام؟ بحاول إن أنا مفتحش الأكر بإيدي بس لو اضطريت هفتح الأكر بإيدي واخسل إيدي وأعطمها وبعد كده أخسل إيدي من غير ملمس أي حاجة في وشي أو أي مكان من اللي بيدخل منه الفيروس الجلافز دي مش هتعمل لي أي حاجة طول ما أنا ماشي بيها في الشارع شايف أولاد صغيرين حتى لابسين جلافز أوسع من الجلافز بتاعتهم من إيديهم ناس لابسة جلافز أوسع أو جلافز أدياء ولونها أصفر ولما كل الميكروبات اللي موجودة في الدنيا لأن في معلومة خطيئة لأن في معلومة خطيئة الناس كلها فاكر أنه أي جلافز وخلاص فكله جري على الصيدليات اشترى الجلافز الطبي والجلافز الطبي ده للأسف معمول مخصوص للدجاترة فقط ده مش هيحميك من الفيروس يعني هو فيه جلافزات تانية أعتقد هي القطبون أفضل الجلافزات لو أنا هتعامل بحاجات من الحاجات النايلون الجلافز النايلون لو أنا مضطر أن أنا ألمس حاجات ألبس جلافز النايلون أحسن لأن الجلافز النايلون هقدر غيرها على طول إنما الجلافز اللاتكس ده هو ده اللي أنا بتعامل به بقى مع حد داخل المرض سحبنا الجلافز اللي موجودة في السوق وفتحنا الموضوع لجاشع التجار اللي كلنا شايفينه في كل حتة إن سعر الجلافز ده كان في حدود الـ 45 جنيه لحد 60 جنيه دلوقتي وصل إلى 150 جنيه و250 جنيه لا ولقناها أصلا الدكاترة إحنا نفسينا مش لقين الجلافز اللي نقدر نشتغل بيها أنت هتستخدم الجلافز غلط في حاجة أنت مش محتاجها وهتضر نفسك وبعد كده لما هتيجي تبقى عايز تتعالج عنده دكتور الدكتور هيبقى عايز لأنه عندهش جلافز صح ونفس الموضوع بالنسبة للموسك وطريقة لبس الموسك طيب حسنا خلينا قبل ما نروح للموسك علشان نكون بنحط نقطة نقطة يا جماعة الجلافز ما يتلبس لو هو أنت رح تجيبته من الصيدلية من ده بتاع الطبيب والأفضل منه إن دكتور باسم وإحنا لسه كنا بنتكلم إن إحنا ما نروقش الإشعاعات فإحنا ناخد الكلام من بقى الناس اللي فاهمين فالدكتور باسم بيقول إنه الجلافز مش هيحميك لأن ده بيلم كل الفيروسات أنت تخسل إيدك أفضل وتعقمها ولما تجيب جلافز هات الجلافز النيلون اللي ممكن نتشيله وترميه في الباسكت بعد استخدامك لكن الجلافز اللي بيباع في الصيدلية غير آمن عليك صح كده؟ غير آمن عليك لأن الأحسن أن أنت تخسل إيدك باستمرار طيب قبل 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 من نقول الموسك إحنا معنا مكلمة اتفضل أستاذ شريف من الكاهرة افضل مساء الخير يا سيد النور مساء النور افضل أولا أنا بحاجيكي مع حضرتك الدكتور شريف الجمل أبي سناد الملك اللي مساء الأعمال إزاي حضرتك يا دكتور أستاذ مير مستماما الحمد لله فأنا تزحفتك عمد إيه الحمد لله الحمد لله أحييكي على الحلقة الجميلة دي وبشكريك على دكتور باسم شخصية جميلة وكلام وفعلا علمي جدا مرسي جدا وأعطيتكم إننا محتاجين التوعية دي بشكل كبير لأن في أخطاء أو في مفاهيم مغلوطة كثيرة عند شعب القصر خلصا بعد الأزمة اللي جيت مفاجأة دي دي حقيقة أعتقد المعلومات الكتير اللي أنتم صرحتوها دي مهمة جدا وأتمنى إنه يتم تعميمها بشكل أكبر عشان بالفعل إحنا محتاجين التوعية الكبيرة دي في التفاصيل دي دير اللي إحنا فاهمينه لأنه في في مفهوم غلط التعامل مع المستخدمات الصدية أو على أنها هي الحاجز والوقاية الكبيرة من الأمراض أو الدرسومة دي أو الفيروس ده ولكن الحقيقة هو أعتقد الحماية الحقيقية هو أن نحن نأخذ بالنا من التهارة الشخصية وإدينا والنظر كويس نستخدم الحاجات الكبيرة بشكل عالي مش بشكل عشوائي دي حالي نطول عليكم مشكركم على الحلقة الجميلة ونطول أن يوصلكم متحياتي للدكتور باسم شكرا دكتور شريف شكرا شكرا دكتور شريف شكرا دكتور شريف إحنا فعلا هو يعني قال كلام مهم جدا إن إحنا لازم نحاول إن إحنا ناخد كلامنا من الأطباء لأن إنتوا أتعرفوا أكتر مننا عندنا مشكلة كبيرة جدا في التورد والمعلومات وحدك زكرتها قبل كده أنا كنت ناوي إن أنا أقولها على طول أول ما أبدأ كلامي مصدر المعلومات مصدر المعلومات هو مهم جدا لنا طب قبل ما نخش في مصدر المعلومات عشان الناس ما تطهش مننا نتكلم على المسك؟ طبعا هنقول بس إن مصدر المعلومات لازم يكون من حد موصوق من كلامه لازم يكون حد داخل المجال دي حقيقة مش أي حد إحنا هنسمع زي ما إحنا بنشوف على وسائل التواصل الاجتماعي أنا بشوف حاجات مهازل ناس بتطلع تتكلم في كلام هو مش بتاحها خالص إن هي تتكلم فيه إحنا عندنا السوشيال ميديا كلها بقى إدى كثرة في سانية بزرطة كل واحد بيطلع يفتي في كلام ما يعرفوش زي ما في وقت كان كل السوشيال ميديا عبارة عن سياسيين وهم ما لهمش أي خبرة بالسياسة نفس المشكلة بنقابلها مرة تانية ولازم إن إحنا نواجه هذا الموضوع والإجراءات اللي بتاخدها الدولة هي إجراءات قوية جدا ضد أي حد يتكلم عن الموضوع دوت ودي مشكورة جدا إن الدولة إحنا سبقنا كتير جدا دول تانية كتير وده إن شاء الله يكون في صالحنا في إن إحنا نقدر إن إحنا نقوم الوضع الحالي هنتدي نتكلم على المسك عشان برضو ما ندخلش في موضوع تاني المسك في الوقت الحالي وبناء على الكلام بتاع منظمة الصحة العالمية يعني برضو إنت ما تاخدش مني أنا المصدر مهما كنت أنا دكتور باسم هو أخذ إيه أو 25 سنة شغال في المجال أو لا المصدر بتاعت دكتور باسم عبارة عني المصدر بتاعت دكتور باسم هو منظمة الصحة العالمية وتدربة الأقوال المسك هيحميني ولا المسك مش هيحميني الماسك يحميني في حالة أن أنا أحافظ على الاستخدام بتاعه البرزيستن بتاع استخدامه يعني إيه؟ يعني أنا أخارج من البيت للضرورة للضرورة وهو كل الناس اللي هتخرج من البيت لازم تكون خارجة من البيت للضرورة القصوى تمام أنا لازم أنزل دلوقتي لسبب ما زي مثلاً لما بنقول أنا لازم أنزل دلوقتي عشان أروح للدكتور باسم عشان ما نمتش من رحب الليل من سنة هنزل من البيت هلبس الماسك أوكي إلى أن أوصل المكان اللي أنا رايحه ما أقلعوش أنا بشوف ناس بتنزل الماسك وتتكلم وبعدين ترجع الماسك تاني أيها دا كتير الناس بتبقى شايلة الماسك تحت الماسك أصلاً هو ماجند تاني زيه زي الجوانتين بالذات هو بيفلتر الحاجات يعني أنا لو دلوقتي من شوية كنت موجود جنب مريض كورونا نفس الفيروسات مش هتعدي الطبقة الأولى لو عدت الطبقة الأولى مش هتعدي التانية لو عدت التانية مش هتعدي التالتة ودي هتخلينا نقول إن في أنواع من الماسكات في ثلاث طبقات وفي أربع طبقات أسأل حضرتك هو هل الماسك الطبيعي اللي ناس كلها بشتهم السيدلية هو أصلاً طبقة واحدة يعتبر لا طبقة واحدة دا مش ماسك إحنا دا من الحاجات اللي إحنا كنا بنواجهها أساساً برضو اللي وجهناها في الفترة الأخيرة إن أنت بقيت يتلاقي حاجات مثلاً عبارة عن طبقة أو طبقتين وراكب فيهم مش شريط وإحنا بنلبسهم أو طبقة أو طبقتين دا مش مصل دا مش هحميك وصل الغش اللي موجود عندنا إن هم بيعملوا الماسكات لأن هي النونتك ستايل ووفين أو المنسوجات غير الصوفية تمام؟ دي مجال كبير جداً زي المنسوجات الصوفية أو اللبس اللي إحنا بنلبسه فيه حاجات أنواع كتيرة جداً منه فيه منه بيتعامل شنط وفيه منه الحاجات الطبية المادة بتاعت البيبي أنا فجئت إن أنا شفت في بعض السيدليات معمول من مادة البيبي اللي بتعدي الميا طب هي لو عدت الميا ما هيتعدي الفيروس بس أنا هقول حضرتك على حاجة هم والفكرة إن هم بيلبسوا لأنه طبعاً إحنا عندنا فيه ناس فقرة كتير والطبقة المتوسطة كتير فمش هيقطروا يجيبوا طبعاً في جاشع التجار دا الماسك الغالي أكيد شفت أسعار وعملة إزاي فإحنا بنتكلم في حاجة إنه أصلاً الكورونا بتتنقل عن طريق التلامس فهما لابسينه مجرد حماية بالزبط التلامس أو الدروبلت لحد دلوقتي بيقولوا الدروبلت ولحد دلوقتي إحنا مش عارفين إن كان بيتنقل بالهواء أو لا لأن برضو المعلومات لحد دلوقتي بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية لحد دلوقتي ما أدوش قرار نهائي بس الأساسي إنه هو بيتنقل عن طريق الرزاز تمام سواء الرزاز التقيل أو الخفيف التلامس لما الرزاز دوت أو الجوال فيروس ده بييجي على الإيد وبعد كده نلمس العين أو نلمس المنكير أو نلمس البق تمام؟ اللي حصل لها contamination أو اللي نزل عليها الإيد اللي نزل عليها الموضوع ده طبعاً غسيل الإيدي أحسن كتير جداً جزئية الماسك لو الماسك مش سليم ما لبسوش أحسن لو مش سليم لو مش سليم ما لبسوش أحسن لو مش سليم يعني إيه؟ يعني على سبيل المثال لازم نكون عارفين الماسكات اللي هي عبارة عن ثلاث طبقات دي مسكات معمولة لنا إحنا كده كترة أوكي بنستخدمها لمدة ساعة وبنغيرها ما بين مريض والتاني طب أستأذنك إحنا معانا مدخلة تمام عماد من طنطة اتفضل أهلا؟ 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 عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا؟ 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 أهلا بيك نعم نعيشين فيه ده تمام يا فندي شكرا يا أستاذ عماد بالنسبة لسؤال الأستاذ عماد بالنسبة لدرجات الحرارة برضو نشرته منظمة الصحة العالمية أن درجة الحرارة ما بين 27 و 35 بتقدي على الفيروس سطوع الشمس بيقدي على الفيروس زي الألف الوانزة المعصومية وزي الحاجات اللي هي بتظهر عندنا في التوقيت بتاع الشتبس إنما في التوقيت بتاع دخول الصيف ده إحنا منتظرين طبعا بإذن الله إن سطوع الشمس ودي برضو من الحاجات اللي أنا اتكلمت فيها كتير عن إن إحنا طلوع الشمس عندنا الشمس في حد ذاتها بتعمل تطهير إحنا زي ما إحنا كل الناس عندنا بنفتح الشبابيك وعايزين الشمس تدخل البيت ولازم البيت يدخله شمس عشان أنا عندي سؤال طب دلوقتي جميل إن درجة حرارة 30 بتقدي على الفيروس ده ده في الجو طب بالنسبة لمن إنسان لا الإنسان طول ما الفيروس داخل الخلية تمام يعني هو الفيروس يقيم ما بيبقى بره عشان يقدر إنه هو يعدي يقيم ما داخل الخلية الجسم بيحاول وبيبقى رد فعل الجسم إنه هو يرفع درجة الحرارة ده في محاولة منه إنه هو يقاون الميكروبات والحاجة اللي موجودة الدرجة الحرارة عادة في الفيروسات ما بتبقاش زي ما إحنا متخيلين إن هي بتبقى الفيروسات بتعلي درجة الحرارة كتير درجة الحرارة في الفيروسات في البداية طبعا تمام بتكون ما بين السبعة وتلاتين والثمانية وتلاتين بعد كده لما الجسم بيبتدي ياخد ردود فعل ومش قادر إنه هو يقوم في الحالة بتاعة الكوفيد مثلا أو في حالة إن بكتيريا تخش مع الموضوع ده لما يدخل في مرحلة التعب الرئوي أو المراحل متطورة شوية بتبتدي درجة الحرارة تطلع وتوصل معنا لإنها توصل لأربعين وبيبتدي يحصل المشاكل الكبيرة أولا هي كلها كمان بتبقى كرد تفاعل من الجسم للجسم المهاجم تمام؟ فأنا بالنسبة لي درجة حرارة الجسم مش هي اللي هتموت الفيروس يعني هي بتبقى محاولة بسم الشيء اللي هتموت الفيروس لإن الفيروس بيبقى محمي داخل الخلية اللي هو داخل عشان يسيطر عليها عشان يخليها تنتج فيروسات تانية فبالنسبة للجسم لا إنما بالنسبة لبرة بالنسبة للأسطح نفسيها تمام؟ الدرجة الحرارة لم هتعلق مع وجود الشمس المنتظر أنا ما قدرش أقول حاجة عن الكوفيد نانتين أوكي يعني أنا لو قلت أي حاجة تخص الكوفيد نانتين أو ذكرت إن ده يخص الكوفيد نانتين مش مكتوبة داك المنظمة الصحة العالمية أو مش في بحث علمي إحنا محتاجين إن إحنا نقدمه وأنا يعني إحنا في تجاه إن إحنا نقدم أبحاث علمية كتيرة إن هي الوقت دا لازم كل الجهات وكل المؤسسات تتعاون في إن هي تقدم الأبحاث العلمية اللي تقدر تساعدنا على التغلب على الفيروس دا طبعا؟ إحنا كنا لسه بنتكلم يعني قبل ما حالك تخش معنا الهواء إن منظمة الصحة العالمية قالت إن إحنا عندنا فرصة ذهبية في القضاء على الفيروس طبعا؟ طبعا دا بالإجراءات بتاعت الحكومة إن الحظر وإحنا مفيش تجمعات وإحنا لازم نلتزم بكل قرار اتقال من الحكومة عشان نفضل محافظين على نفسنا طبعا الالتزام دا مهم جدا للناس لازم الناس تلتزم بالقرارات بتاعت الحكومة ولازم نكون سبقين يعني إحنا كان عندنا المحاضرة اللي كانت موجودة في جمعة القاهرة كان مفروض إن أنا ألقي محاضرة يوم 11-3 قبل حتى إيفن القرار بتاع حظر الجامعات والمدارس كله تلغى دا كان 11-3 كان لسه تلغى يوم 13 جمعة 13 إنما كان في محاضرة في جامعة مصر للهوم والتكنولوجيا قبلها بيومين يوم لاتنين وكنت بشوف الأعداد اللي موجودة عشان أحضر المحاضرة بتاعتي كنا حوالي من 85 ألف حالة وجاي يوم الأربع عشان أجهز الصبحية عشان أعمل آخر أبديت الصبح بدري قبل ما روح الساعة 11 كانت المحاضرة جاءت داخل جامعة القاهرة في قاعد مجيد أمين اللي هي بتاخد أكتر من ألف واحد لقيت إن فرنسا قبلها بيوم وقف التجمع أكتر من ألف شخص ولقيت إن الأعداد زادت وصلت لـ 25 ألف كلمت الدكتور عاطف شاكر العميد الكلية مشكورا طبعا الدكتور عصام عزيز وكيل الكلية قلت لهم أنا فندم مش باعتذر عن أداء المحاضرة إنما قاعد الدكتور مجيد أمين بتاخد حوالي ألف شخص وفي جامعة مصر العميد التكنولوجيا حضر اللقاعة كانت بتاخد 250 عند 250 أفلنا ودينا مسكات للناس اللي موجودة وما خلناش ناس تدخل من بره لأن هي حاجة الناس كلها عايزة تعرف إيه اللي بيحصل جميل جدا فمن المنتظر إن على الأقل لو ملينا ألف واحد فندم مش حينفع إن إحنا نعمل كده وحرام إهدار وده برضو هرجع أقول للناس حرام إن أنتو تهدروا اللي إحنا بنملكه من أسلحة دلوقتي المسكات والجلافز اللي إحنا بنستخدمها حتى إيضا بطريقة غلط تمام حرام إن أنتو تهدروها على الأرض أنا طبعا كان يبقى فخر جبير جدا لي إن أنا كن موجود داخل قاعدة الدكتور مجيد أمين وأنا من خارج الجامعة بس مشكورا مشكورا حفظت على أرواح الناس وطلبت إن هي حتبقى أونلاين يعني إحنا عملناها الحمد لله رب العالمين أونلاين ونزلناها على اليوتيوب بعد كده عشان الناس تستفيد منها والناس كجامعة تستفيد بالألف موسك دولت حدوك أنا متبرع بهم للجامعة عشان مكافحة العدو والحمد لله رب العالمين يا رب يا رب إحنا أهم حاجة إن إحنا نبقى عارفين إحنا بنعمل إيه تمام بنستخدم الحاجة إزاي أنا حتى إيبين كنت جايب معايا سامبل من الموسك أنا بالنسبة لي في العادة باستخدم الموسك عشان فيه طريقة معينة للاستخدام فببقى حطة الموسكات بتتعقم قبل ما أخدها لأن أنا برضو ما أعرف الموسك بتعقم الموسك قبل ما تاخده بالزبط بيبقى بالشكل يعني أنا باخد الموسك بحطه جوه كيس تعقيم عشان لما أجي أنا ببقى لابس الجوز بتاعتي أنا معرفش الموسك أساسا مر بإيه قبل كده ومين اللي مسكو وإحنا جايبين الحاجات بالزبط وبعد كده باخد الموسك من غير ما ألمس أي حاجة فيه وهو معقل أصلا عندي فلا هذا طبعا الكلام ده أوكي مش المواطن العادي وبعد كده بلبس الموسك دي الطريقة الصحيحة إنه لازم الموسك عندي يكون مقفول مظبوط يكون واخد قفلته مظبوط قافل من الجناب قافل من هنا وقافل من فوق وقافل من هنا ده غير ما إحنا بنشوفهم خلص يا دكتور ده حاجة تانية إحنا عندنا بمفتوح ومن هنا فيه هوا ومن هنا النفس بيطلع في العين عشان كده إحنا بنقول ده ملوش لازمة ده إحنا كده بنهدر الموارد اللي موجودة عندنا الخامة دي إحنا بنستوردها من بره الـ SMS دي إحنا بنستوردها من بره ما فيش إنتاج لها هنا في موسك فالجي لما تخلص والمواني مقفولة هنعمل إيه؟ هنجيب موسكات من إين؟ ده كترة هتشتغل إزاي؟ تمام؟ وبعدين حتى طريقة قلع الموسك بعد ما أنا خلصت أنا مفروض لابس الموسك كده أوكي ومفروض أن أنا لابس الموسك لحد ما أوصل للمكان اللي أنا هتطهر فيه نفسي طريقة قلع لي الموسك لازم أنه يتقلع كده من غير ملمسه خالص لأن إحنا زي ما قلنا هو مغناطيس حاجة بتفتح الباسكت تكون بتفتح بالرجل وبرميه فيه أنا بتكلم كطبيب أوكي تمام؟ ده في المكان اللي أنا هتطهر نفسي أنا فيه كله بعد ما قلعت الهدوم بتاعتي كلها عشان تتغسل تمام؟ وأنا بطهر نفسي كله باخدهش كامل بخسل نفسي بالكامل بخسل إي داية طريقة معينة أن أنا لازم إي داية أمشي يتخلخل فيها المياه يتخلخل فيها المياه بالشكل ده ما بين الصعوبة دي أكتر أماكن بيتجمع فيها الميكروب تمام؟ وبعد كده بعمل الضوافر بتاعتي تمام؟ وبعد كده بعمل الضوافر بتاعتي ودي مهمة جداً لأن دي برضو من الأماكن اللي إحنا ما بنوصل لهاش دي حقيقة إحنا لحد دلوقتي وإحنا بتكلم معاكي إحنا ما عدناش عشرين ثانية تمام؟ أول ما عدنا عشرين ثانية بالمياه والصابون وانسبنا من موضوع برضو بتاع المطهرات اللي هو خلى برضو أسعار المطهرات ومش موجودة في المستشفيات دي أنا لسا عاوز أسأل حضرتك ودي حاجات إحنا محتاجنها في المستشفيات ومش محتاجنها أنا كده خلاص شطفت إي دي تمام؟ بحط إي دي بقى تحت المياه الصابون بينزل الفايروس نفسه والميكروب نفسه بينزل مع الصابون بعيد عنه طيب استخدام المطهرات والموضوع بتاع الستين في المية كحول ده لو أنا هم قالوا سبعين في المية ستين في المية إلى سبعين في المية طبعا إحنا عندنا تضربات في الأرقام بس الستين مش هتفرق كتير عن سبعين أوكي ده في حالة إن أنا برا وما فيش مياه يعني حتى أنا بقولها للناس دي بالزبط أنا مستغناش في البيت بالزبط مش تقول ما إحنا قاعدين نستخدمها في البيت لا طبعا إيه أضرارها يا دكتور بقى طبعا دي كيمويات أنا بعرض جسمي لكيمويات ملهاش أي لازمة أنا عرض جسمي لكيمويات بغض النظر هي الكحول أو بتادين أو كلور أو whatever إيه اللي هو موجود الصابون كافي جدا إنه هو ينزل الفايروس ويباعته على تمام ده في حالة إن أنا موجود برا برا البيت وما فيش مياه وصابون أنا بشبهها حتى وبقولها للفيشنس بتوعي وبقولها للناس اللي بيجولي الآيادة وبقولها للناس اللي أنا عرفهم دي عاملة زي الوضوء وتامه إنت مش لاقي مياه وصابون إيه استخدم الحاجات دي تمام بس إذا خضر الماء وجه المياه وصابون دلوقتي بقى موجودين قدامك دلوقتي لا المياه وصابون أحسن لك لأنه إنت بتقوش قوي بتشيل بتبعد الفايروس عنك مش بتحط مادة كيميائية تكسر الفايروس اللي موجود رغم إنه فيه كمان كلام كتير جدا لسه بس طبعا أنا لحد دلوقتي بقول ما أقدرش ما أقول فيه كلام بس إن الفايروس واصل للنسبة دي من العدوى لأنه عنده خاصية قوية جدا من مجموعة البروتينات بتاعته تقدر أنها تعمل العدوى مش بس مجرد الكور بتاعه أو القلب بتاعه الـ RNA فمش مجرد إن أنا بحط مادة كيميائية تكسر لي الده ويفضل موجود على إيدي أو ممكن ما يكسرشي أو الله أعلم يعني أنا دلوقتي كدكتور باحث علمي مش هقدر أقول أجزم إن أنا أقول إن كحول أو 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 بيعمل تطهير تمام إلا لو عملت بحث علمي تمام على حاجات كتيرة جدا تمام تاخد إجراءات لن تقلب أي حال من الأحوال عن شهر أو شهرين عشان أقدر أقول ده فعلا بيعمل كده إنما لو مش مبني على هذا البحث العلمي فهو مبني على توقعات أو لمصالح تمام تانية عشان ترويج لبعض المنتجات اللي هي أصلا المفترض إن هي تكون موجودة في المستشفيات دي مش مفترض إن هي تكون موجودة عندي في البيت خلط الكلور كأرضيات أو أسطح والأرضيات للأسطح والحاجات دي خلط الكلور واحد لعشرة ده بروفن بقى بالأبحاث نفسية إن ده بيموت الميكروبات كلها الله أعلم ما نقدرش نقول بيموت الكوفيد ناينتين ولا لا بس أتليس بيموت الميكروبات كلها تمام وده ده أبحاث علمية يعني أورادي مستخدمة الكلور طول عمرنا بمستخدم الكلور والكلور موجود تمام الحاجات التانية هي اللي حصل فيها الأزمة دي فبنرجع نقول الغسيل في البيت والصابون الميا والصابون هي الأحسن وهي الأقيم ليا في أننا أبعد الفيروس من عليك طيب إحنا معانا مدخلة من الجميلة الإعلامية أميرة يحية إزايك يا أميرة عاملة إيه مساء الخير يا نانسي إزايك من ورش شاشة وحشتين يا حبيبتي ربنا يخليك يا حبيبتي ده نورك تفضلي مساء الخير يا دكتور أنا حبيت أكد بس على المعلومات القيمة اللي حضرتك بتقول عليها دلوقتي إن فعلا في كتير من من الاستهلاك البشري للمواطنين أو الفوبيا اللي بقت موجودة فيهم وبنشوف كتير من منشورات على الفيسبوك حتى لو نوع من أنواع التهريك اللي هو أنا بعقم البيت 80 ألف مرة في اليوم وبخسل لولاد بالكلور والمطهرات والكحول ده استهلاك بيؤذي لأن إحنا زي ما حضرتك بتقول بنستهلك وبنقوم إن إحنا ناخد حاجات كتير ونشتري حاجات كتير بدون داعي مع إن هو النضافة لوحدها من الإيمان يعني يكفي الماء والصابون فأنا عايزة حضرتك توصل لنا معلومة للمواطنين والمشاهدين لأن حضرتك ما شاء الله عليك أسلوبك وطريقتك قيمة وقوية جدا فعايزة حضرتك سلم عن الفوبيا الفوبيا النضافة اللي هما أصلا الناس عندهم فوبيا قبل ما يبقى موضوع كورونا فما بالحضرتك دلوقتي السحب والاستهلاك على المواد المطهرات بقت صعبة جدا عمرنا ما شفناها قبل كده مع إن الماء والصابون هو يكفي وعايزة حضرتك برضو تتكلم في نقطة تانية لها علاقة بالفوبيا ياريت حضرتك توصل لنا معلوماتك عن إن أي حد يحصل شوية سخونية أو الجو دلوقتي طبعا شايفين فيه كتير من العوامل اللي بتؤدي الجنوب الأنفية والتراب أي حد دلوقتي بقى يطلع ويعمل على صفحته ويكتب ويقوم فعلا دي حقيقة دي حقيقة بس إحنا خلاص اتكلمنا في الإشعاعات يا أميرة ولو أنت متابعينا من الأول إحنا ردينا على السؤال ده أصلا فعموما أنا بشكرك جدا بشكرك جدا هو فيه سؤال مهم جدا هي أو فيه نقطة مهمة جدا طيب إحنا معنا أحمد بن مرج نخده ونرد عليه هم من الاتنين مرة واحدة إزايك يا أحمد؟ وعليكم السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته ما عاليش أنا ياسف أنا ليست يا فتح في البرنينج من حضرتك دلوقتي؟ ما تبيجي السؤال مهم جدا أنا ما عايز أطرحه لإستاذ الدكتور اتفضل بالنسبة بالنسبة لدي تفلين وعندي أفضل تغييرها هذا الفيروس دوت ممكن فيه من أفضل تغيرها حضرتك؟ حاضر هنرد عليك يا أحمد أشكرك على المدخلة طب عايزين بقى نرد طبعا هو برضو الموضوع اللي هو أتكلم فيه ده موضوع برضو فيه إشعاعات كتيرة جدا على الفيسبوك أوكي بالنسبة للموضوع بتاع الأطفال بس قبل ما نوصل للموضوع دوت عايزين نتكلم على الجزئية بتاعة الفوبيا أنجلا ميركل اللي هي في ألمانيا شبهة الموقف في خطاب ليها كان قبل ما يعملوا الحظر في ألمانيا وده كان يوم السبت مش اللي فاد ده اللي قبله كانوا بينادوا الناس إن هي تقعد في البيت عشان ما يضطرش الجيش إن هو ينزل عشان يععدهم في البيت لأن إحنا في حالة حرب ومثلتها بحالة الحرب ألمانيا بعد الحرب العالمية التانية طبعا إحنا بنبص برضو تحت الجلينا دلوقتي من هو إيه اللي بيحصل دلوقتي إحنا عايزين إن إحنا نوفر الإمكانيات اللي موجودة عندنا لأن إحنا في حالة حرب اللي حاصل دلوقتي بالزبط بالنسبة للحاجات اللي بتحصل بالنسبة للناس اللي لابس جوانتيات أساساً من تقدم المشي بيها والاستهلاك الغير طبيعي للجوانتيات والجوانتيات دي إحنا بنستوردها من بره ومش إحنا بس هي المصدر الرئيسي بتاعة التصنيع بتاعة ماليزيا ودي لو خلصت إحنا مش هنلاقي أسلحة نحارب بيها وهي فعلا حرب إحنا بنحارب بنحارب الفيروس مش إحنا بس اللي بنحارب الفيروس العالم كله بيحارب الفيروس محتاجين إن إحنا نحافظ على الإمكانيات بتاعتنا أو زي ما نقوله المصادر بتاعتنا اللي موجودة للحرب ديات ومن استهلكهاش في أي حاجة عشان لما يكون فيه فعلا فيه حالة نعرف نعالجها الزبط والحالة الثانية طبعا في أي حالة حرب في الدنيا في أي حرب في الدنيا بيكون العامل النفسي عامل كبير جدا الناس بيكونوا موجودين داخل ضغط نفسي بيوصل لمرحلة الفوبيا في أي حرب في الدنيا لو سمع بس يعني حاجة فرقاعت يتغض ويتفزع لأنه هو أورادي عنده الحالة بتاعت الفزع دي يعني من خصائص الجنس البشري أصلا إحنا ممكن نفزع من أي حاجة موضوع الفزع ده ده مقدرين جدا أن الناس توصلوا بس مش لدرجة أن احنا نوصل للجزئية المرضية أو أو الوسوس القهري اللي هو أنا بخسل إيدي وأرجع أخسل إيدي براها وأعد عدد عدد المرات اللي أنا جسلت إيدي في اليوم 80 ألف مرة دي نقطة مهمة جدا فعلا لأن دي فعلا دي حالة مرضية فعلا اسمها وسواس قهري بيعد كام مرة هو غسل إيده فعلا دي حقيقة اللي قال هذا الرقم بيعد فعلا ولو ما يصلش للعدد بتاعه دي لأن الحمد لله رب العالمين برضو إحنا كأطباء أستاني لازم ندرس سايكولوجي طب النفسي فلازم نبقى عارفين الجزئيات ديات كويس أوي بنوصل عارفين كويس أوي أن الوسواس القهري دوت بيوصل أن هو بيعد وبيوصل لهذا المرحلة لازم نحاول ما فيش علاج لي ما فيش دواء أنا ممكن أخذه عشان أعالج الوسواس القهري أنا لازم أسيطر على نفسي ولازم يوصلني معلومات من مصدر موصوق به ما تاخدش يعني كلام الدكتور باسم شوف الدكتور باسم ده عمل إيه قبل كده شوف الدكتور باسم المصادر بتاعته فين حتى لو هو عمل كتير قوي قبل كده المصادر بتاعته فين راجع المصدر اللي موجود عندنا المصدر اللي هي البوابة الحكومية اللي هي بتدي كل المعلومات عن الموضوع دوت فيها معلومات كافية جدا عن تعمل إيه ما حدش ذكر أن انت لازم تعمل إيدك بمطهرات ما حدش ذكر أن انت لازم تقعد تعمل المطهرات اللي في البيت اخسل إيدك بالميوة والصابون النظافة الشخصية يوم ما تيجي تكوح وانت بحاجة لو ما عكش المنديل الاتكاة المصبوط زمان كان على طول المنديل يبقى هنا لو حد يكوح حتى في الأفلام بتلاقيه راح مطلع الأفلام طبعا أيام الزمن الجميل يوم طلع المنديل بتاعه كحة فيه عشان يبين علامة معينة لا كوح كم الاتكاة أنا بعتذر لإن وقت الحلقة للأسف بيخلص بس أنا لازم معلش عاوزك حرارة ترد بسرعة على أحمد أحمد بالنسبة للأطفال لحد إلى حد معلوماتي وما أقدرش أن أقول حاجة برا معلوماتي إلى حد معلوماتي أن ما فيش أي حالات تحت تسع سنوات كان هناك في شائعات بتقول أن في حالة كان عندها شهرين أصابت بالفيروس دي شائعة وليحد معلوماتي إلى الآن أساساً أن هذا المرض لا يصيب الأطفال تحت تسع سنوات أو ما بتظهرش عليهم الأعراض ما نقدرش نقول بتصيب ولا لأ برضو إنما ما تبينش عليهم الأعراض أنا بشكرك جداً يا دكتور وشرفتني ويا رب إن شاء الله نكون قدرنا نفدكو ونمدكو بالمعلومات الصحيحة اللي أنتو تمشوا عليها وخصوصاً أن فيه السؤال بتاع أحمد كان سؤال ناس كتير جداً هل الفيروس كورونا بيسيب الأطفال؟ لا دكتور باسم بيقول لحد تسع سنين إن شاء الله إلى حد معلوماتي إن شاء الله على حد معلوماتي وبإذن الله ما يكونش بيسيب الأطفال وأنا في آخر حلقة لازم أشكر الجيش الأبيض أنا مسمي الأطباء الجيش الأبيض على مجهودهم الكبير اللي بيعملوه علشان خاطر يحمونا وأشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله برنامج باختصار كل يوم اتنين الساعة ستة سلام عليكم سلام عليكم